قروج البرهان غضعا سيسهم في الحل السياسي لأن أولا في قروج سيارة الصورة الكاملة بشكل أكثر وضوحا بعيدا عن التغارير العسكرية والأصوات الإعلامية وفي معظمها هي دافعة في اتجاه استمرار الحرب وهذا غرار كلف الدولة السودانية الكثير على مستوى فغض الجنود من الطرفين وتحطيم المنظومة الأمنية وفوغ ذلك تحطيم البنية التحقية بالكامل خلافا لأدم السوداني المدني المسفوع بدون سبب وبدون مبرر وفي هذه الحرب التي وصفها البرهان نفسه في إسبوعها الأول بأنها حرب عباسية إذن آن الأوال لتتوقف هذه الحرب العباسية وجود البرهان أيضا وتحركاته الدولية والإغليمية ستجعل دول الإغليم تتحدث معه بصورة واضحة وشفافة حول مخاوفها من استمرار الحرب في السودان نحن زرنا معظم دول الإغليم لديهم مخاوف حقيقية من أن تؤدي استمرار الحرب في السودان إلى تفكك الدولة السودانية وهي دولة مركزية في الإغليم ودولة كبيرة ولديها عدد كبير جدا من الإيران ولديهم أيضا قبائل متداخلة ومشتركات وبيع إرس كبير جدا من الحرب الأهلية وإرس من حمل السلاح وبالتالي استغرار السودان هو مهم جدا لاستغرار الإغليم جميع دول الإغليم التي زرناها هي حريصة على وقف الحرب في السودان من باب حسن الجوار أولا ومن باب مصالحهم الشخصية التي تغطي استغرار السودان كدولة مهمة ومعافاة ولديها برضو موارد كبيرة جدا يمكن أن نتشاركها في مشروعات سواء كانت هذه مشروعات زراعة في التعدين في السروة الحيوانية في الطاقة الكهربائية وغيرها من الفرص الكبيرة للاستثمار إذن الاستغرار السودان يعني الكثير للدول وبالتالي زيارات البرهان وحديثه مع الغادة في هذه الدول شيء مهم جدا وهو الذي سيوصل في خاتمة المطعف إلى ضرورة الحل السياسي بوصفه المنجا من هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة التي فلفتها حرب 15 أبريل ولتطوى هذه الصفحة وتكون آخر قروب السودان المستمرة من أغسطس 1955 منforمplete ترجمة نانسي صغير Microsoft أثمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللعنسي قنقر